استرد مجلس أمانة العاصمة في جلسة الاعتيادية حول مرئيات المجلس بخصوص مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتنظيم الإعلانات التجارية التي تقدمت به الوزارة بما يتماشى مع التطور التقني والفني في مجال الإعلانات إلى جانب التعديلات المقترحة على الاشتراطات التنظيمية للتعمير ما إن يتسلل نظرك إلى خارج نافذتك وأنت تقود السيارة إلا وتملكت عينيك تلك الإعلانات التي وضعت على جانبي الشوارع أو تلك التي علقت على مستوى عال ناهيك عن البعض منها الذي يكون في وضع عشوائي ومخالف ما يشتت انتباه سائق السيارة بل إن بعضها يصل إلى تشويه الوجه الحضاري وهذا ما دع مجلس أمانة العاصمة في جلسته اليوم إلى ترتيب الأوراق والالتفات قليلا إلى مشروع قانون تنظيم الإعلانات التجارية وحسب ما ورد فالقانون قديم يرجع إلى عام 1973 وأن الوزارة تقدمت بقانون به الكثير من التعديلات نوعية الإعلانات التي تستهدف العام كان مواطنين أو مقيمين تنظيميا وطريقة العرض تم تحديد الجهات المختصة التي تم مباشرة على الإعلانات وكيفية الموافقة عليها تماشيا مع تطور التقني والفني في مجال الإعلانات التجارية وسوق الإعلانات جاءت وتيرة التعديلات على مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات المسبق فيما يوضح حقوق المعلنين والمتلقين والجهة المنظمة والمرخصة التي يحق لها الإطلاع على الإعلانات قبل عرضها بالإضافة إلى العقوبات التي تفرض في حالة المخالفة المنون كان أقل من 25 مادة تقريباً أو 24 مادة فإحنا زيادنا عليه مواد فصار الآن تقريباً 30 مادة مع زيادة مقترحاتها يبعد بالتحاول إن شاء الله إلى مواد ينظم طريقة الإعلانات زيادنا عليه عدد أنواع الإعلانات مثل أعطيش مثل في إعلانات الإلكترونية هذه طبعاً جديدة التكنولوجيا التطور الإعلانات الإلكترونية ما كانت من ضمن تنظيم الإعلانات وأمور كثيرة الأماكن الإعلانات ما كان فيه بعد إلزامية البلدية أنها تنزل مثلاً مزادات أو إلزامية تنزلها مناقصات فالحين عطيناها تنظيم أكثر فصار القانون يعني أعتقد متكامل إراطات الجديدة حقيقةً فيها تغيير أساسي وأهم التغييرات في المناطق السابقة ما فيها تغييرات لكن الأشياء الجديدة هي الحزام الأخضر خلينا نتكلم عن الحزام الأخضر الحزام الأخضر هي المنطقة اللي جنوب الشارع الشيخ سلمان هاي المنطقة حقيقةً حين التخطيط الجديد الاشتراطات الجديدة غير من موضوع الحزام الأخضر اللي كان لا يسمح فيه إلا 25% من مساحة البناء الحين تغير أننا زيدنا العدد خلينا الخضار موجود معناته بين 60% وال70% رقعة خضراء والباقي سمحنا للبناء العمودي فرفعنا بدل ما يكون الطابقين الحين صرنا نقدر نروح لثمان طوابق هذا وناقش المجلس التعديلات المقترحة على الاشتراطات التنظيمية للتعمير حيث يمكن للمواطن استثمار أرضه ضمن التصنيف المسموح به مع عدم الإخلال بحق التنظيم التخطيطي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين